وزيرا أول صباح الخير بك سيدنا صباح نور أهلا بك يعني بداية مثل ما كان متوقع تولي شخصية اقتصادية منصب الوزارة الأولى يعني التشكيلة الحكومية المقبلة حيث عين أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول يعني هل هذا القرار يجسد حقيقة الاهتمام الكبير الذي يليه رئيس الجمهورية بالبعد الاقتصادي خاصة في تسير المرحلة القادمة نعم طبعا نجب أن نحكي لأنه كانت من من طالب وقلنا حتى في البلاطو هنا قلنا أن المرحلة الجاية تتطلب اقتصاديين في المجال الاقتصادي قلنا لأن المرحلة الجاية الأزمة هي عبارة أزمة اقتصادية الأزمة اجتماعية وضروري أنه لحل حلة طبعا المشاكل اليومية طبعا للمواطن لإيجاد حلول بالنسبة للمنظومة خاصة الاقتصادية بسفة عامة وطبعا الجزائر تعيش في أزمة اقتصادية ومالية طبعا منذ سنوات ينتظر هذه المرحلة هو إيجاد طبعا كنا طالبنا بشكون وطبعا تنبأنا بشكون كذلك وزير الأول يتحكم في الجانب الاقتصادي في الجانب المالي كل المشاكل الاقتصادية اللي موجودة طبعا عبر جميع ولكن خلينا نحكو للجانب مهم جدا فيما يخص الإصلاحات المهمة في المراحل القادمة لأن الإصلاحات لازم تبدأ من وزارة المالية من قطاعات واحدة قلية أنه نحكو على إصلاح لازم يكون إصلاح مالي وبالتالي السوق المالي لازم يكون فيها إصلاحات اللي نحتاج إلى السوق المالي هي تمويل بالنسبة لإقتصاد هي مصدر تمويل بالنسبة لإقتصاد الوطني ولكن لاحظنا أن السوق المالي اللي هي البورسة خاملة بالنسبة للجزيرة حاجة ثانية دور البنوك بالنسبة للمنظومة الاقتصادية وخاصة الاستمار المحلية أو الاستمار الجنبي والإصلاحات ومساهمة البنوك والمخاطرات البنوك غير موجودة حاجة مليحة كان شرف عليها سيد الوزير الأول لما كان وزير المالية وهو طبعا الصيرفة الإسلامية وهذا طبعا شيء ثمنه إيجابي ولكن لازم نقول أنه لازم نروح إلى أكبر مرحلة لأنه مرحلة بسيطة وعنما ولكن هذه البنوك الإسلامية ما زال حتى هي لم تخطر في عملية الاستمارات نتمنى ما تكونش بنفس الواتيرة الموجودة مع البنوك الكلاسيكي أو أخرى لازم تروح مباشرة للاستثمار إلى خاصة المؤسسات الوطنية بالنسبة للإنتاج الوطني النقطة الثانية في المفخص الجانب المالي هو الإصلاحات الجبائية وهنا قلنا هذا واحد تسيد لما كان وزير المالية كان يسمع الكثير من النواب هذا شيء إيجابي وكان عارف أنه مخترح تعقيمة الضريبة بالنسبة للمرحلة السابقة كان كبير طبعا ويعرق الخاصة لإستمار الوطني وقلنا أنه ونكررها في بعض دول واحدة آخرى ومعدل ضريبة منخفض جدا في الجزائر تقريبا أكثر من 52% بالنسبة للضريبة ضروري أنه هذا ملف ثقيل لازم إعادة النظر فيه كذلك الإصلاحات على مستوى العقار الصناعي والعقار السياحي لطبعا يعرقه فيما يخص الإستمار سواء داخلي سواء الخارجي سواء حتى طبعا صناعي أو سياحي أو حتى الفلاحي هذه إشكالية النقطة الثالثة والرابعة هي مشكلة الرقمنا وخاصة لما نشوف قطاع الجماريك ليومنا هذا مازال أن نشوف رقمنا موجودة في العملية ولكن العمليات الموجودة بالداخل المستم تعتمد على الأوراق وهنا لأنه لما نحكي على كل القطاعات نحكي إلى طبعا السوق الموازية السوق الموازية اللي تقريبا فيها ميات مليار لهم وموالة ضخمة موجودة في السوق الموازية وسكوار اللي نشوف فيه مع أنتها إصلاحات وطنية هذا نظن أنه رجل سياسي ما يقدرش لهذه مهمة نتطلب أنه لازم المرحلة الجاية لازم يكون عندنا على الأقل رأس طبعا الحكومة هذه لازم يكون فيها يعني في هذا السياق رئيس الجمهورية كلف أيمن بن عبد الرحمن بمواصلة المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة في أقرب وقت ممكن فهل سنرى شخصيات اقتصادية أخرى ستدعم تشكيل الحكومية؟ أكيد أن الوزير الأول وحدهم يكفيش رح نشوفه وزير المالية رح نشوفه ممكن شوفه وزير بنسبة الاقتصاد نتمنى تكون عندنا وزارة الاقتصاد في المرحلة الجاية نشوفه وزارة تجارة نشوفه وزارة صناعة نشوفه بعض كثير من الوزارات حتى الوزارات اللي ممش معنيين يكون عندهم الفكر أو النموذج هيك الاقتصادي مزروع في الوزير لأن المرحلة الجاية لا تطالبش أنه لما تقول لتا وزارة مثلا التضامن الوطني بقى فقط عملها التضامن لا يكون عمل تضامني بالمناسبة لازم يكون يحيى بالنسبة لكثير من المؤسسات الوطنية مع انتها لازم كل يشارك في العملية اقتصادية ولكن بكل صراحة لازم نقطة حكي نقطة مهمة لأنه لاحظنا في المرحلة السابقة وجود انقسام من داخل الحكومة هذا الوزير وهذا الوزير تابع لسيدة رأس جمهورية وهذا عينه فلان وهذا عينه فلان نتمنى للمرحلة الجاية باش يكون عندنا ترسانة كما يحكوا على الجماعة كموندوس لازم يكون عندنا في الحكومة يكون عمل تشاوري توافقي كفاءات موجودة في الداخل الحكومة باش تعطينا لأن المواطن مل هذه المرحلة السابقة مل طبعا من الوعود ماذا بي على الأقل يحسن خاصة ما يشوف وطبعا ما يمكنش الاحتماد على المرحل قال هذا سناني خمس سنين باش نشوفه تفكير على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل المدى القصيد مهم جدا أنه لازم على الأقل المخرجات الحكومة تبان في المرحلة الأولى تبان هذه المخرجات من خلال بعض المؤشرات المهمة بالنسبة للمواطن الجزائري بالنسبة لحل حالة هذه المشاكل الموجودة خاصة في مخص التشغيل وهنا نشوف مشاكل التشغيل وهو تقريبا 450 ألف وليش حالة تشغيل شباب وطبعا عقود ما قبل شغيل وشبكة وكذا يجب حل حالة هذه المشاكل يجب تحسين المستوى المعيشي بالنسبة للمواطن ولكن هنا لازم نخلق يعني في هذا السياق سيدي المواطن أصبح ينتظر الكثير من الحكومة المقبلة يعني ما هي أبرز تحديات أو رهانات أو ما هي أبرز القطاعات التي يجب أن تركز عليها الحكومة المقبلة خاصة وأنا نعاني من أزمة المياه تشوف كل قطاع التقصدية لما نحكي على قطاع مثلا ساكن لأنه تقريبا كل مواطن الجزائري وكل عائلة عندهم طرف ساكن لازم طبعا نحتاج إلى العمل هذا لما نحكي على قطاع التجارة اللي هو السيرة الأساسية بالنسبة للمواطن ومشكلة الدعم بالنسبة لقطاع الاقتصادي هنا نحكي على تقريبا 17 مليار دولار سنويا لتوصلة للدعم ولكن الدعم هل فعلا يلتمس هذا المواطن الحقيقي قيمة الدعم طبعا لا لأنه هنا نقول مثلا تقريبا قيمة الدعم 20% المياه فقط اللي توصل للمواطن البسيط مع أنتها أموال كبيرة كبيرة جدا يحتاج المواطن ولكن لازم نقوم بعملية إصلاحية اللي طبعا هذه الإصلاحات راح تعود بالفيدة على المواطن ولازم نحسس بي في بعض حالة لما تطلب أنه نزيره السنتورة في مرحلة معينة نعم ولكن المواطن لازم يشوف عن المدى أو عن المدى القاسير لازم يشوف هذه النتاج يشوف هذه النتاج من خلال تحسين مستوى المعيشي هذا أول لأنه مواطن وش يحتاج تحسين مستوى المعيشي أجر ثابت سكن وهذه المشاكل اليومية اللي أنا نحكو عليها ونسموها عليها وتوفير المياه توفير وكذا طبعا هذه اللي يهم المواطن لأنه لما تحكي له على ونحكي لك على الإصلاحات الجميلة في المستقبل المواطن مآمنش بيها المواطن مواطن يآمن بالملموس وش تقدر تعطي له أنه اللي يهمني وش تعطيني في المراحل القدمة لما نشوف الحكومة مع أنتها خلال أشهر رولة لازم بكل صراحة لازم يكون عندهم خرجات بسيطة بالنسبة لهذه المواطن حسب اللي هناك طبعا إصلاحات هناك وخاصة كين مشكلة ثقة بالنسبة للمواطن لما عندها الاسترجاع هذه الثقة لازم بكل صراحة لازم المواطن تعطيله كيفاش تعطيله ما عندها من خلال هذا العمل الحكومي لازم يشوف الإصلاحات مباشرة يلمس الإصلاحات يحس بتطور مستوى المعيشي يحس طبعا باش نسترجع هالثقة ضروري أنه نوفر كل ما نقولش كله ولكن على الأقل جزء بسيط من المطالب منتاع المواطن ولكن بالمقابل بالمقابل هناك إصلاحات اللي ضرورية إصلاحات ضرورية ونقدر نروح لها بكل سهولة مثلاً لما نحكو على قطاع رقمنا في كل قطاعات لي هو يشكل مشاكل وبيرقاطية بالنسبة لكل قطاعات المواطن المسكين يومياً يشوفوا عنه بيرقاطية في البلدية في البريد لأنه سيولة مكاش في كذا في كذا لازم نعمم استعمال مثلاً رقمنا في كل قطاعات لأنه رقمنا مشي ما انتشف فيها رقمنا حتى أنه تقدر تدخل لك موال كبيرة جداً جداً من قلت لك أنه من خلال مثلاً الدعم الشيماعي تقريباً 17 مليار ولكن المواطن اللي تحصل عليها تقريباً 4 و 5 ملاير في الجانب هذا مثلاً لما نحسن رقمنا في القطاع هذا نشوف القيمة اللي هنتحصل عليها لما ندير رقمنا في قطاع المالية وخاصة في قطاع الضرائب شفنا أنه تحصيل الضريبة كان ضعيف وقلنا أنه لازم نبسط الضريبة لازم نوسع الضريبة باش يكون عندها فعالية بالنسبة لعملية الاستمار هنا لما نستعمل الضريبة رح ندخل ولن نستعمل رقمنا في قطاع الضريب رح ندخل أموال كبيرة كبيرة جداً وطبعاً تعود بالفايدة ما أنت ضروري أنه نطبق هذه الإصلاحات وطبعاً أنا قلت لما لازم يكون الحكومة لازم تكون الترسانة هذه اللي موجودة في المرحلة القادمة تكون حاجة الأولى تكون على علم ومعرفة وطبعاً قدر من الخبرة وحاجة ثانية لازم تكون عندها قوة شخصية طبعاً في اتخاذ القرار ما يبقاش أن الوزير يسنى في تليفون ويسنى في تعليمات ويسنى في فضاء يعني دائماً في هذا السياق هل شخصية الوزير الأول الغير متحذبة وكما هو معروف أيضاً هو شخصية تكنقراطية يعني هل سيسهل هذا عمل الفريق الحكومي كما من المتوقع أيضاً مساهمة الأحزاب السياسية نعم رح نشوف بعض الأسماء كموجودة في الأحزاب السياسية ونشهد بالكفاءة لموجودة خاصة على بعض النواب منهم كانوا طبعاً مدارة مركزين في وزارات معينة منهم كانوا طبعاً أساتذة جميعين طبعاً محاضرين في جامعاته وبالتالي رح نشوف أنه الوزير ما يلقاش إشكالية مع الكفاءات الوطنية لأنه تقريباً هو طبعاً كفاءة وطنية عنده طبعاً تفكير نتاعه تاع حزم معين ينتمي إلى حزم معين ولكن لما يضموا الوزير لازم يخدم في إطار عمل الحكومة ما يبقاش الفكرة المتحذبة أنه نجيب الفكرة الحزب بتاع يقول يدير كده ويحس لا هنا لكن داخل حكومة يستنوا منك الشعب الجزيري ما يمكن تقديمه في المراحل القادمة الرهان هو صعيب أن نقول لك بكل صراحة المسؤولية المرة الجاية مش سهلة مش بسيطة المسؤولية بالنسبة المرحلة الجاية صعيبة جداً ناظراً للرهان اللي راح نمارسه خاصة في المراحل الجاية لأنه علاش الهدف هو المنشود هو تطوير الاقتصاد الوطني إن عندنا إمكانيات كبيرة نستعمل تقريباً 20% فقط من الاستغلال أو من الكفة أو من الإمكانيات أو ما هي الموارد الوطنية ولكن بالمقابل لازم تكون عندنا في قطاعات معينة ما أنتها في قطاع المناجم معنا ثروة كبيرة بالنسبة للجزيرة ولكن عزة في قطاع الفلاحة اللي مفروض من خلال هذا النموذج الاقتصادي اللي نستشرفه في المرحلة الجاية نتوقع أن القطاع الفلاحي هو راح يكون قاطرة بالنسبة لمنظومة الاقتصادية ما أنتها لازم نطور كيف يمكن تطوير القطاع الفلاحي كيف يمكن طبعا دعم القطاع الفلاحي كيف يمكن طبعا توفير رقبنا بالنسبة لقطاع الفلاحي على الجزائر بناء اقتصاد بعيد عن التبعية النفطية نعم هذا وش نحكو لما حكيت على الفلاحة قلت أنه المحرك بالنسبة لإقتصاد وطني ما قلتش الريع وما قلتش طبعا الطاقة وما قلتش البترول نعم هو مريح لنا ولكن لازم نحتمد على القطاع الفلاحي وتعرف أن قيمة القطاع الفلاحي كانت قريبا سنة الماضية كان أكبر من الطاقة مع أنت لما كانت طاقة تقريبا عشرين مليار كان هو حسب طبعا الحكومة السابقة يمثل قيمة خمسة وعشرين مليار مع أنت نتصور وأنه تكون لدينا قوة فلاحية في المراحل القادمة يمكن تصدير المنتجات تعنا بكل سبساطة ليبيا لإفريقيا وإحنا داخلين إلى إفريقيا يمكن طبعا تسويق المنتجات تعنا إلى طبعا إلى الصين إلى كذا وبتالي أنه الإشكالية الموجودة في القطاع الفلاحي هو طبعا رقم القطاع تسويق المنتج وتصدير المنتج تعنا مع أنت المنتج تعنا متوفر بغزارة ولكن عنا إشكالية في كل سنة مع أنت ننتج بعد ما نديش لما نسوق العمل اللي بعده وش ندير نوقف العملية الإنتاجية ونبعد كأنه نمشي بخطوة ونتراجع بخطواتين في القطاع الفلاحي إذا حبينا إذا حبينا نوفر يعني يجب التركيز على هذا القطاع نعم ولكن إذا حبينا القطاع هذا يكون مليح نربطه خاصة بالديبلوماسية الاقتصادية ما أنت فتح الأسواق الخارجية بالنسبة لمنتوج الفلاحي ما أنت قال أنت السفير اللي موجود في الصين افتح الأسواق بالنسبة للصين وهذا طبعا المرحل الجاية نرتق بأنه ديبلوماسية خاصة الاقتصادية ما تعتمج على نفس الفكرة اللي كانت موجودة كان عندنا معهد واحدة ومدرسة وحدة مدرسة الوطنية إدارة في تعيين كفاءة وطنية بينما معاهد الاقتصاد في الجزيرة تقربا مئات المعاهد وطبعا كبيرة جدا ضروري نفتح للطاقات الوطنية بش يقدروا إنو علاش لما نكلف واحد أو إطار في أوروبا ولمش عرف ش هال يكلفنا 15 ألف دولار وحتى بل هيكل تعه بإمكانيات مئة ألف دولار ولكن قدرته على طبعا النفاذ الأسواق الخارجية حاجة الوحدة الأولى هو عرض المنتجات الحاجة الثانية هو طبعا استقطاب المستثمر الجنبي وهنا يمكن طبعا لأنه شفنا مؤخرا كثير من المستثمرين يعني التحدي يبقى اقتصادي لا أنا قلت لك المرحلة الجاية المواطن الجزاري مئة من حتى حاجة كيف يمكن تحقيق المطالب تعه يعني إلى جانب القطاع الفلاحي يعني ما هي البلافات حسب رأيك التي ترى أنها يجب أن تحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة بالنسبة للوزير الأول أكيد الوزير الأول سيد الرئيس الجمهورية اختر الوزير الأول لأنه الهدف كان يهدف خاصة إلى ترقية الجانب الاقتصادي لأنه العمل الآخر ممكن يقوموا به قطاعات واحدة أخرى ولكن جابوا مالي بحت وميزانيات بحت لأنه عارف أنه الإشكالية خاصة في قطاع المالية كبيرة ورهانات كبيرة لأنه شفنا مؤخرا سنة الماضية كان شرف الوزير المالية على الإصلاحات خاصة فيما يخص الجباية وشفنا الجلسات الوطنية بالنسبة للجباية ولكن طبعا في الأخير لم يتخذ القرار المناسب فيما يخص العملية رغم أن الجباية مهمة بالنسبة للمواطن لأنه لما تكون الجباية بسيطة تعطيك أكثر قوة شرائية بالنسبة للمواطن وتعطيك أكثر قدرات طبعا الاستمار بالنسبة للمواطن وتعطيك أكبر قوة بالنسبة ل قطاعات واحدة آخرين وطبعا تعطيك السنوات الماضية هذه الفائدة وهذه الأرباح بشتوسة العملية الإنتاجية وطبعا هنا نحكو على دور خاصة مناخ الأعمال هذه الإشكالية بالنسبة لإقتصاد وقلنا الإصلاحات هاي وراء إصلاحات نقطة ثانية هي مناخ الأعمال ومناخ الأعمال مع أنت لازم نزيل كل البيرقراطية اللي موجودة فيما يخص الاستمار هنا نحكو ولا وعليش بكل صارحة نسألوا سؤال وعليش المستثمر أجنبي ما يجيش لجزيها خاصة أنه رئيس الجمهورية دائما كان يركز على نقطة البيرقراطية نعم البيرقراطية موجودة ولكن لازم باش نزيل هذه البيرقراطية قلت أن النقطة الأولى هي توفير مناخ الاستمار معنات لما نشوف أنه قانون الاستمار من دول في نصبها حتى أستاش اللي يومنا هذا ما زال ما خرجش المراسيم التنفيذية فيما يخص الدستور الماضي النقطة إيجابية كانت فيه هو أنه كل القوانين اللي تصدر عن طريق البرلمان إذا ما كانش مراسيم تنفيذية بالنسبة لها ما تصدرش القوانين لأنه لاحظنا أنه تعطي القانون للحكومة وطبعا نتمنى باش البرلمان الجاي يكون عندهم قوة شخصية فيما يخص اتخاذ القرار بالنسبة للقوانين تعطي القانون مثلا أن توافق على القانون وما فيش مراسيم التنفيذية وبعد تعطي الحكومة ولا الوزير هذك يقعد يشد لك القانون هذك ما نشقد نتطبق القانون مثل المسرع بالنسبة للسيارات الأقل من ثلاث سنوات مادة قانونية موجودة وطبعا الوزير الموجودة يطبق هذه الفكرة ما أنت ولكن الجانب القانوني أكبر منه ما أنت المنظومة الشريعية بسفة عامة لازم نتحكم فيها في المراحل الجاية ولازم تكون سريعة طبعا في المراحل الجاية من غير معقول أنه قانون يقعد لنا ثلاث عامين وثلاث سنين بالنسبة للقانون هذا كيكون راه نعم نتوقع رقابة خاصة في المراحل الجاية نتوقع كذلك أنه نزيل العلاقين البلقاطية اللي موجودة عن الإدارة الجزائية وهذه هي المشكلة بالنسبة لنا مع أنت نحتاج إلى رقمنا في كل قطاعات نحتاج إلى بكل صراحة على مستوى المحلي نحتاج خاصة إلى ترقية قانون البلدية والولاية لأنه النواة الأساسية بالنسبة للإستمار هي طبعا السيد رئيس البلدية ولكن السيد رئيس البلدية يعاني يعاني مثلا من قانون الإستمار يعاني طبعا من خلال قانون الجباية اللي يفروض للرئيس سيد رئيس البلدية نعطله أكثر صلاحيات فيما يخص الجباية المحلية تقريبا هذا القانون عنده أكثر من ثلاث سنوات ومازال يدور طبعا في كواليز طبعا ذاتي بالنسبة للبلدية وتقدر تعطي أكثر صلاحيات لازم تعطي السيد رئيس البلدية كذلك قوة وقدرة في عمل الإستمار لأنه السيد رئيس جمهورية جمهو آخر وطاله خاصة لتسهيل منطقة النشاط الاقتصادي ولكن لحد اللحظة ما مشاتش هذه المشاكل البريقراطية الموجودة مع أنتها لازم يعادة النظر خاصة في قانون البلدية في طبعا قانون الولاية باش المنتخب تكون لديه أكثر قوة كما نفكر في المنتخب في البرلمان هو قوي لازم نفكر كذلك في البرلمان على مستوى البلدية على مستوى المحلي أنه المنتخب السيد رئيس بلدية لازم يكون قوي قوي طبعا بصلاحياته وطبعا يمكن مراقبا إذا كان تعدى صلاحية يمكن طبعا تكون عنده حسيب حجة واحدة أخرى من غير المعقول أنه المجلل الشعبي الولاي فيه خمسين عضو وستين عضو ولكن الصلاحية التعومة حدودة هنا يبقى أنه مثل المسؤولية بالنسبة للوالي الوالي يشرف على الاستمار وهذا عكس هذا خطأ كبير لازم نخرج الاستمار من طرف الوالي لازم تكون هي مستقلة على مستوى الولاية متعلقة بالاستمار حاجة واحدة أخرى نعطي قوة أكثر بالنسبة للمنتخب المحلي وخاصة المجلل الشعبي الولاي بشي راقب الواقي ولكن بكل صراحة ما عندهش قدرة حتى التكلهم في المجلل الشعبي الولاي نعم يعني فيما يخص التشكيلة الحكومية المقبلة هل تتوقع الإبقاء على بعض أسماء حكومة جراد للاستمرار؟ الله يشوف بنفس طريقة مدام جبنا الوزير الأول اللي هو وزير المالية ولما لا بعض شخصيات اللي طبعا مارست مهامها وأعطات نظرة حتى شعبية جميلة خاصة لما نقولها بكل صراحة مثلا وزير الخارجية وبعض الوزراء لأنه ما نقدرش نحكم بالسواد على كل شيء ولكن بعض الوزراء قلعي في المرحل السابقة عرفوا بالقوة التحام قوة شخصية وقوة الفعالية في العمل الحكومي في المرحل السابقة ولكن بالنسبة لقطاعات الاقتصادية نظن أنه رح تكون تغيير شامل لأنه لاحظنا عجز كبير في قطاعات كل القطاعات الاقتصادية في المرحل السابقة ضروري أنه يكون تعديل ضروري يحتمد على كفاءات وطنية باختصار فقط لذيق الوقت سيدي نعم رح يحتمد على كفاءات وطنية حتى لداخل الأحزاب لازم تكون كفاءات وطنية لأنه نظام الكوطة اللي كان موجود في المرحل السابقة نظن ولا ضروري إذا حزب سياسي عنده كفاءات وطنية يتفضل ولا ما عنده الكفاءات الوطنية اللي قادرة تسيير هذه الملفات العالقة وينتظروا فيهم مواطن يريح الجهة طبعا يعني كلمة آخرة فقط قبل الختام أنا أنا متائل خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي متفائل طبعا لتعيين طبعا الوزير الأول لأنه كنت من الناس اللي كان يقول أنه لازم تكون حكومة تحتمد بشكل بي خاصة في الجانب الاقتصادي والمالي والميزانيتي نظن الوزير الأول عنده دراية عنده فكرة حول طبعا المشاكل الموجودة ونتمنى أنه الوزير الأول ما يكفيش وحده لازم يكون مجموعة طبعا كفاءات وطنية ذات شخصية ذات طبعا كاريزمة موجودة لأخر البرلمان لأنه المواطن البسيط أكيد ما يسمحش بعد مرحلة قاسيرة في تحسين مستوى المعيشة التاع نعم شكرا لك سيدتي غرسي وشكرا على تلبية الدعوة أما الآن